طالبت ثلاث منظمات حقوقية دولية سلطات المغربية بالإفراج عن الناشط السياسي المغربي ناصر الزفزافي الذي يقضي عقوبة بالحبس عشرين عاما بسبب نشاطه السلمي ودعت لجنة العدل ومنظمة فريدم هاوس الأمريكية ومجموعة الشرق الأوسط والشمال أفريكي لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الزفزافي معتبرة قضيته رمزا للغموض الفعلي في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وأكدت المنظمات في بيانها أن الناشط ناصر الزفزافي والعديد من الناشطين الآخرين في البلاد ظلوا عرضة للسجن والتعذيب